يواجه الشباب نظره العربي الآن على ساد علي صبح السالم ضمن منافسات المجموعة الثانية لكأس زين لكرة القدم ولا تزال النتيجة تشير لتقدم الشباب بهدف دون رد وسيستغل مدرب الفرق مسابقة كأس زين لتعديل الأخطاء ومنح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يحظوا بالمشاركة بانتظام في دور زين يذكر أن المجموعة الثانية تضم أيضا حامل لقب البطولة الأخيرة نادي النصر الذي جنبه الجدول خوض الجولة الأولى ولا نزال لمع كأس زين لكرة القدم حيث حقق الساحل فوزا مهما على تضامن بهدفين دون رد وذلك على ساد نادي الشباب ضمن الجولة من منافسات المجموعة الثانية وتقدم الساحل بهدف السبق عبر اللاعب نواف ثامر في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني وعزز زميله حسن حسون النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في دقيقة السابعة وستين من الهجمة مرتدة متقنة